هل تعتقد بأن إسرائيل يساعدها وستساعدها هذه المسألة لأن تكون نشطة بشكل أكبر في عملياتها العسكرية في غزة رغم أنها تباطأت كثيرا في الفترة الأخيرة حتى قبل الذكرى السنوية للسابع من أكتوبر وركزت على الجبهة الشمالية باتجاه حزب الله اللبناني هل تعتقد بأن هناك انعكاسات عسكرية أيضا على الجانب الإسرائيلي من كل ما جرى؟ لا أعتقد ذلك فإن خسارة شخص واحد لن تحدث تغيرا كبيرا في طريقة التي يدور بهذا الصراع فإنما أنظر إلى ما يجري في لبنان إسرائيل قد قضت على الطبقات الخمس الأولى من القيادة في لبنان ولكن يواصل حزب الله حربه وصراعه وبأن يقع إصابات بين الإسرائيليين فإذن لا أعتقد بأنه سيكون هناك إبطاء من قبل الإسرائيليين ولا أعتقد بأنه سيكون هناك إبطاء سواء من حزب الله أو من حماس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر